بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم أعزائي طلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي مدرس لغة إنجليزية ونعطي دروس على اليوتيوب وكذلك دورات حسب الجامعات وحسب الأستاذ دورات خاصة أو دورات ويطلاب مجموعة اليوم رح نتحدث إن شاء الله عن الكونسنت سيكونش التتابع الأصوات الصحيحة ومن أقول تتابع يعني صوتين صحيحين واحد يجيب صف الثاني هذا هو اللي معناها التتابع لما يجيين صوت بعد صوت فتنيناتهم كونسنت مو علة تمام أسميها the consonant تعريفة it refers to the هذا تعريف مالته لهنا it refers to the combinations of two or more consonants that occur together that occur together without any unintervening Vowel intervening vowel يعني صوت علم وتداخل يعني موجود بينتهم صوت علة هذا هو المقصود بال consonant sequences طبعا أيضا موجود بلزمتي معرفة أنا تعريف آخر A consonant sequences is a a sequence is the cluster of two or more consonants coming next to each other without any vowels in between مثلا هذا عندنا play هذا تتابع ستريت الاس والتي والار هنا أكملاحظة جدا مهمة عندما نتحدث عن تتابع الأصوات الصحيحة فالمقصود هو الرسم الصوتي يعني لا تباوع على الكلمة باوع على الرسم الصوتي وعندي أسئلة كل شيء حلوة إن شاء الله بالملزمة تقدرون تطلبون هاي الملزمة موجودة بكل المكاتب ادخل بالوصف تلقى رابط الملزمة تضغط على المكاتب وراح تقدر تشوف المكتبة القريبة عليك والتي تقدر تشتريها وعادي تطلبها من بغداد من مكتبة الأستاذ محمد أحسان زيان سيكوينسز أوف تو كونسننت إنيشيالي إنيشيالي يعني صوتين كونسننت واحد يجب صف الثاني أمهات الاثنيين هس إحنا راح نتحدث عن الإنيشيال شون يعني إنيشيال يعني تتابع أصوات يجي ببداية الكلمة لما يجي نتتابع ببداية الكلمة أسميه إنيشيال نوعة إنيشيال يعني نوعة أولي يجي في بداية الكلمة وهنا عندي ثنين صوتين يجي بالبداية بالبداية وعندي أمهات هذه ثلاثة أيضا راح ناخذين إن شاء الله ونوضحها لكم إحنا أي صوت الأس يجوية البا والتا والكا والفا والنى والمى والله يجين هنا هذا أقول علي تتابع مثال علي سبي ستي وإلى آخره طبعا هذا مواضحات نروح على ما لزمتي وتشوفون وشلون مرتبات الصوت الصوت والأول والصوت الثاني ومثال ورسم الصوتي معه سبي سبي ستي س والتي الأس والكي سكاي وإلى آخره طبعا كل هذول الموجودات مع كل الحب والاحترام إلى دكتور عبيدة إنسان راقي ومحترم وحقيقة يشرح المادة بشكل لطيف جدا ولكن المشكلة إنه أغلب الطلاب إنه ما عندهم أساس قوي فهذا الطلاب قاعد يعانون إحنا أبدا ما نقلل من شأن دكتور عبيدة ومن هذا الفيديو تحياتنا إلى دكتور عبيدة المحترم وصاحب الملزمة اللي تشوفونها أمامكم جدا راقية ومواضحة وتحياتنا إله ولكل طلاب جامعة الفراهدي حقيقة حبينا نشارك وياكم المعلومات ونتناقش بيها في التعليقات وفي هذا الفيديو أبدا أبدا ما نستنقص من دكتور عبيدة المحترم طيب هنا نتحدث إن شاء الله عن البا تا كافة قلنا لما يجيني وراها ذلو تتابع ولمن يجيني البا والتا والكافة ويا اللي والرا والدبلي واليا هذول من يجون سويا أيضا يصير عندي تتابع فراح نروح للملزمة مالتي طبعا بالعكس ملزمة دكتور عبيدة الرجل ما نقصر ولكن أنا بس مجرد ألوان يعني ولأن جدول يصير أسهل حفظها يعني وإلا هي كم معلومة نفس المعلومة المجموعة الثانية اللي هما الأصوات البيت كافة ويا لارة وأنا سويت لكم إياها بكلمة حلوة أمن أمن بيتك بيد هفجث أمن بيتك بيد من بيتك بيد هفجث بيتك لأن كل هنحروف هسه موجودات بكلمة أمن بيتك هفجث وكلم الكلمات الثانية لوري 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 طيب أذن تقدر تشتق من عندهم هذا وطبعا مثل ما تشوفون هذه الأصوات هذه الأصوات وإلى آخره ذن كل هن لازم نحفظ هذا جدول تنحفظ علي أمثلة وتترتب بشكل جميل جدا الملزمة تقدرون تطلبونها لهم خلصنا من أول مجموعة وهي أمهات الاثنين يعني صوتين يجون بداية الكلمة شلون تجين بالامتحان تجي بالك سؤال مثلا اكسب لين أو what is the كونسل ما هو تتابع الأصوات الصحيحة تذكر لذن الأصوات السيوية وامثلة وهذه المجموعة وتنطيل أمثلة وموجودات أيضا بالجدول تقدر تطلب أي سؤال أو استفسار نحن حاضرين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته